قبل شرح أبرز ما جاء في مشروع القرار الأمريكي لدعم أوكرانيا نذهب إلى شبكة مراسلين للإطلاع على آخر التطورات معنا من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي ومن البنتاجون وفا إجباعي من لفيف موفدنا عمر شاكر ومن موسكو فراس المرديني مرحبا بكم أبدأ معك عبد الرحمن كيف مرر هذا الدعم من قبل المشرعين الأمريكيين الليلة البارحة نعم محمد كما ذكرت كان هناك إجماع وتوافق بين قطبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث صوت جميع المشرعين في مجلس النواب عدى 17 عضوا تقريبا وكان الأمر يعتبر من بين مشروع قانون ضخم للإنفاق الحكومي بعد الكثير من المداولات والنقاشات استمرت عدة أشهر تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بتريليون ونصف تريليون دولار منها 13 مليار و600 مليون دولار للمساعدات الأوكرانية ويذهب الآن مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لابد أن يصوت عليه مجلس الشيوخ حتى تاريخ الخامس عشر من مارس أي الأسبوع المقبل والجدير بالذكر أيضا أن كما نعلم كان هناك تصويت آخر لتدوين ما أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضر جميع الواردات النفطية من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الغاز الطبيعي البترول البتروكيمويات جميع مصادر الطاقة كان هناك أيضا جلسة اليوم في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وجميع الكبار مسؤولين الاستخبارات الأمريكية حضروا الجلسة لشهادتهم على التقرير السنوي للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أفريل هينز رئيسة الاستخبارات الوطنية ذكرت أن التقارير الروسية التي تشير إلى أن أوكرانيا تسعى لامتلاك أسلحة نووية مرة أخرى فاندت هذه التقارير وقالت أن أوكرانيا لديها بعض الأبحاث البيولوجية لاستخدامها في مشاريع سلمية وفي مجال الطب أيضا أفريل هينز تحدثت إلى أن القوات الروسية تستخدم جميع الأسلحة الوحشية وجميع الطرق لاستهداف المدنيين بلا رحمة كان أيضا هناك بعض الأحاديث من الجمهوريين مثل طام كوتن وهو عضو بارس باللجنة قال أن الولايات المتحدة الأمريكية برفضها منح أوكرانيا طائرات أو يعني مساعدة بولندا لمنح أوكرانيا طائرات الميج 29 ما هو إلا رضع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى الإدارة الأمريكية ولذلك لا بد من إرسال تلك الطائرات فورا الآن ننتظر الأسبوع القادم لتم تمرير مشروع المساعدات الأوكرانية والجديد بالذكر أيضا أن تشاك تشومر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ قال أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من المساعدات في الشهور القليلة القادمة طالما استمرت سوريا في عدوانها على أوكرانيا وفلا تزال عين البنتاجون تتابع اليوم الخامس عشر للعملية العسكرية والغزو الروسي لأوكرانيا نعم بالفعل هناك قضيتان أساسيتان أو نقطتان أساسيتان تشغل المسؤولين هنا في البنتاجون تحديدا التحدي بإرسال وإيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا ونتحدث عن مضادات للدبابات والصواريخ وتعزيز الدفاعات الجوية الصاروخية طبعا لأوكرانيا وذلك في ظل حسم البنتاجون قضية عدم نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا على اعتبار أن هذا الأمر قد يعتبر تصعيد من قبل النيتو والولايات المتحدة ضد روسيا وقد ينتج عنه سيناريوهات خطيرة كما قال قائد القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية طبعا الآن هو وبحسب مسؤولين في البنتاجون يتم التشاور حول كيفية إيصال هذه المساعدات وأيضا كيفية أو تأمين هذه الأسلحة إن كانت ستكون أسلحة سوفيتية من الحقبة السوفيتية السابقة أو أسلحة أمريكية على خط آخر البنتاجون يتخوف من المزاعم الروسية بشأن تصنيع وإدارة وتمويل الولايات المتحدة أسلحة أو برامج أسلحة بيولوجية داخل أوكرانيا يقول البنتاجون أن هذه المزاعم مثيرة للضحق والسخرية وأنها تأتي في إطار طبعا البروباجاندا الروسية وفي إطار المحاولات الروسية لتبرير أي أفعال أو أنشطة عدائية تقوم بها وربما تتخذها ذرائع لشن هجمات كيموية أو غيرها في أوكرانيا ولكن لا يبدو حتى الآن أن هناك أي دلائل على قيام أو نية أو خطط روسية بالقيام بهذا الأمر طبعا المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي كان أكد هذا الأمر بالأمس ولكن يبدو أن الأمر لم ينتهي ونحن بانتظار التقييم اليومي الذي تأخر لأنه كما علمنا يقوم البنتاجون بطلب رفع السرية عن بعض المعلومات الدقيقة حول مجريات العملية العسكرية وبالتالي نحن بانتظار هذا التقييم إلى مفدنا إلى لفيف عمر شاكر عمر كيف هي حركة الميدان آخر تصريحات السياسية أيضا من قبل السياسيين الأوكران حول العمليات العسكرية من قبل الجيش الروسي في غزوه اليوم الخامس عشر مجددا سيطرت عمليات إجلاء المدنيين والممرات الآمنة كعنوان رئيسي في هذا اليوم اليوم الخامس عشر من الهجوم العسكري ونحن نشك على نهايته بعض هذه الممرات يعمل شهد تقدما والبعض الآخر لم يحرز أي تقدم في إخلاء وإجلاء المدنيين سومي المدينة الواقعة في الشمال الشرقي من أوكرانيا وكذلك ضواحي بعض ضواحي العاصمة كييف شهدت إجلال عشرات الآلاف من المدنيين لكن لم يصل عدد إلى مائة ألف وكما كانت تأمل السلطات الأوكرانية بإجلاء هذا العدد من المدنيين في الممرات الآمنة التي خصصت لهذا الغرض التركيز الآن على مدينة ماريبول في الجنوب هذه المدينة تشهد وفقاً لأسلطات الأوكرانية حصاراً مستمراً من قبل القوات الروسية وكذلك ظروفاً إنسانية صعبة للسكان هناك والبالغ عددهم أربعمائة وخمسين ألف نسمة نتحدث عن نصف مليون من السكان هناك اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحدثت عن أن مستويات الطعام والدواء تنخفض بشكل خطير السكان هناك يبحثون عن فرص تكاد تكون معدومة للتواصل مع العالم الخارجي خارج هذه المدينة مع الأقارب ومع الأحبة والعائلات والأصدقاء ومع انسداد الآفاق بالتوصل إلى حل سياسي يمكن أن يرسو التهدئة يمكن أن يوقف هذه الحرب خاصة عقب المحادثات الأوكرانية الروسية اليوم في تركيا هناك مخاوف من أن يتفاقم الوضع الإنساني والمخاوف أيضاً من أن يتكرر هذا السيناريو في مدن أخرى فراس ما الذي تقوله موسكو اليوم؟ نعم اليوم أبرز العنوين في موسكو كانت الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الفرنسي ماكرو والمستشار الألماني طبعاً الكرمليل لي مصدر أي بيانات تفصيلية سوى أن هذه الاتصالات تأتي في إطار إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف عقب رقائه مع نظيره الأوكراني تحدث كثيراً عن موضوع الأزمة الأوكرانية أبرز ما قاله لافروف أن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا وخاصة أن روسيا لم تكن لتخدم على العملية العسكرية في أوكرانيا لولما أن جميع الدول بما فيها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت المطالب الأمنية الروسية أيضاً اليوم على موضوع الوضع الاقتصادي كان هناك لقاء ما بين الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسية أبرز عنوين هذا اللقاء هو إيجاد حلول للوضع الاقتصادي الذي بدأ بالتداهور وخاصة بموضوع السلع الأساسية ومنع التصدير وبعض القضايا المتعلقة بحالة التداهور في الاقتصاد الروسي بعد خروج العديد من الشركات الأجنبية حيث بعض المعلومات تتحدث أنه أكثر من 250 إلى 300 ألف عطي عن العمل الآن أصبحوا في روسيا بعد قرارات الشركات الأجنبية مغادرة الأسواق الروسية أيضاً اليوم الدومة الروسي بدأ مناقشة قرارات تتعلق بإصدار قرارات لتجميد أصول الشركات الأجنبية في روسيا بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت خلال فترة الأزمة الحالية محمد من موسكو في رأس مرديني من لفيف عمر شاكر من البنتاجون وفاج باعي ومن الكونغرس عبد الرحمن البرديسي شكراً لكم